لا حياة ولا حياء يعني مش مختلفين بس الحقيقة انه فعلا لا حياة احنا بنتكلم على 2.5 مليون ناسم اذا كان هناك من يتفق مع عدالة قضياتنا فليتفق واذا كان هناك من يختلف مع عدالة قضياتنا هو حر مش هقولك يشرب من البحر وان كان لكن المسألة اكبر من ذلك المسألة احنا بمتكلم على وضع انساني يتعلق ب2.5 مليون ناسم هل اللي بيمارس تجاههم اسمه حرب؟ لا هل اللي بيمارس تجاههم اسمه عملية للرد على طفان الاقصى؟ لا هل اللي بيمارس تجاههم بدأ من يوم 8 اكتوبر 1000 اليوم التالي لعملية الطفان الاقصى؟ بالقطع لا احنا بنتكلم على 16 سنة ممارسات وحشية وسياسة ابرتايد واضحة لا يستطيع الضمير العالمي انكرها وانما يستطيع انه يغمض عنيه ان اراد وهو يريد فاحنا هنا بنتكلم على ابادة شملة كاملة لسكان قطاع باكمله يصل عددهم وحنا بنتكلم لما يقترب من الـ 2.5 مليون ناسمه محاصرين بجدار خرصانة ويتم الزحف ناحية هذا الجدار بما يطلق عليه ويطلق عليه العدو غلاف غزة وبالمناسبة هي تسمية جديدة حتى في ادبيات السياسة مش حاجة اسمها غلاف المدينة الفولانية مش حاجة اسمها كده بس هم سموها كده غلاف غزة مجموعة من المستوطنات اللي بتحيط هذا القطاع سيدي المشاهد سيدتي المشاهدة الكريمة يعرفون جيدا طبيعة التركيبة النفسية بتاعة المستوطنين اللي بيجوا احنا بنتكلم الحقيقة على مجموعة من احط انواع البشر مش اليهود البشر اليهود دين زي المسلم وزي المسيحي وزي اي ديانة تانية فيهم الجيد وفيهم غير الجيد فيبقى عندك قطاع في 2.5 مليون بني ادم محاط بجدار خرصاني ثم غلاف من المتوحشين يسكنون في مناطق اسمها المستوطنات ساتلمنتس باللغة الانجليزية فيبقى احنا بنتكلم زي ما انا مصر ولا زلت اصر وعاوزكم دايما تتبنوا ده ده الاحتلال الاستيطاني الوحيد اللي موجود في الدنيا دلوقتي ومش بس كده وممارسة التوحش ضد السكان الاصليين طيب قل انت العالم الحر بحكوماته وشعوبه شايف ازاي منع الطعام والشراب والدواء اي منع الحياة عن الناس اشتركوا في القناة